اسم الدرس المزمار السحري الجزء الأول كان سكان مدينة صغيرة يعيشون في أمن ودعة واطمئنان لكن حادثاً فضيعاً وقع في مدينتهم فبدلت مئنانها خوفاً واستقرارها فوضى واضطراباً فقد هجمت عليها الفئران من كل حدب وصوب ودخلت إلى كل مكان إلى الطوابق العليا والسفلة وإلى مخازن الطعام وبيوت المؤونة تكدر عيش أهل المدينة حين أكلت الفئران أكياس القمح وعاف الأطفال أكل الخبز ومن يحب خبزاً أفسدته الفئران عمد أهل المدينة مقاومة جيوش الفئران بجميع الوسائل جربوا المصائد ودسوا السم الزعافة في الطعام وطاردوها بالمذار والفؤوس لكن دون جدوى فقد ظلت الفئران تتلاحق زاحفة على المدينة وكل ركن فيها حتى القطط كانت تهرب منها حين تلاقيها فالفئران في هيجانها لا تخشى شيئاً وبقيت ترتع في كل مكان تعيث فساداً في كل ما حولها من ثياب وآنية باعثة الرعب في كل النفوس وأمام هذا الخطر الداهم والخطب الكبير لم يكن بد من اتخاذ قرار حاسم لمجابهة هذه المصيبة وأخيراً اجتمع أهل المدينة للبحث عن طريقة تخلصهم من الفئران وبينما هم كذلك إذ برز شاب غريب يلبس قبعة طويلة في آخرها ريشة وفي يده مزمار طويل يشق الجموع ويقول أيها الناس أستطيع أن أخلص المدينة من الفئران نظر إليه أحد الحاضرين وقال له في سخرية أنت؟ هل أنت واثق مما تقول أيها الغريب؟ لقد عجزت مدينة بأكملها عن مقاومة الفئران فكيف تقدر أنت على ذلك؟ أولاً أكتشف وأفهم أولاً أقرأ العنوان وأتأمل الصورة ثم أعين الجملة المتعلقة بالنص الفئران تحتفل بأحدى المناسبات في المدينة؟ الفئران تهاجم المدينة وتلحق بها أضراراً الإجابة الفئران تهاجم المدينة وتلحق بها أضراراً ثانياً ألف أقرأ النص وأجيب عن الأسئلة التالية ما هو الحادث الذي حل بالمدينة؟ ما هو تأثيره في سكانها؟ الإجابة تعرضت المدينة إلى هجوم من قبل جيوش من الفئران زرع الخوف والفزع في صفوف متساكنيها ماذا فعل السكان لمقاومة ما حل بهم؟ الإجابة لقد حاول سكان المدينة بشتى الطرق مقاومة الهجوم حيث قاموا ب نصب المصائد دس السم الزعاف في الطعام مطاردة الفئران بالمذار والفؤوس هل توصل السكان إلى التغلب على المصيبة التي حلت بهم؟ الإجابة لا، لم يتوصل السكان إلى التغلب على المصيبة التي حلت بهم لكن شاباً غريباً أتى وادعى أنه قادر على تخليص المدينة من الفئران باء أعيد سرد الحكاية مستعيناً بالأسئلة السابقة الإجابة يحكى أن جيوشاً من الفئران هاجمت مدينة عرف أهلها بممارسة نشاطهم الفلاحي وثراء محصولهم وزرعت في نفوسهم الرعب والفزع فبعد أن كانوا ينعمون بعيشة هنية هادئة أصبح كل همهم كيفية التخلص من هذا الهجوم المرعب فقد جربوا المصائد ودسوا السم الزعافة في الطعام وطاردوها بالمذار والفؤوس لكن دون جدوى فأمام هيجانها المريب لم يلقى أهل المدينة أي حل يمكنهم من الهروب والتخلص من هذا الكابوس ثالثاً ألف أعوذ ما هو مصطر بما يفيد المعنى نفسه هجمت عليها الفئران من كل حدب وصوب عاف الأطفال أكل الخبز هل أنت واثق مما تقول تكدر عيش أهل المدينة الإجابة هجمت عليها الفئران من كل الجهات كره الأطفال أكل الخبز هل أنت متأكد مما تقول تعكر عيش أهل المدينة باء أستخرج من النص ما يفيد المعاني التالية وضع لا تخاف ظهر الإجابة وضع يساوي دس لا تخاف يساوي لا تخشى ظهر يساوي برز ثانياً أعمق فهمي رابعاً الحادث الذي حل بالمدينة أثر في السكان فتغيرت حالتهم أبين هذا التغير أذكر قرينتين تدلان على هذا التغير الإجابة الحادث الذي حل بالمدينة أثر في سكان المدينة فأبدل الطمئنانهم خوفاً واستقرارهم فوضى والضراب القرائن الدالة على ذلك كان سكان مدينة صغيرة يعيشون في أمن ودعاة واطمئنان لكن حادثاً فضيعاً وقع في مدينتهم فبدل الطمئنانها خوفاً واستقرارها فوضى والضراباً تكدر عيش أهل المدينة حين أكلت الفئران أكياس القمح وعاف الأطفال أكل الخبز ومن يحب خبزاً أفسدته الفئران خامساً استعمل أهل المدينة وسائل مختلفة لمقاومة الفئران ألف أستخرج من النص هذه الوسائل المستعملة الإجابة الإجابة نصبوا لها المصائد دسوا السم الزعافة في الطعام طاردوها بالمذار والفؤوس باء هل كانت لهذه الوسائل جدوى؟ أستخرج من النص ما يؤيد إجابتي الإجابة لا لم يكن لهذه الوسائل من جدوى لحل المصيبة القرينة الدالة على ذلك؟ عمد أهل المدينة مقاومة جيوش الفئران بجميع الوسائل جربوا المصائد ودسوا السم الزعافة في الطعام أطاردوها بالمذار والفؤوس لكن دون جدوى فقد ظلت الفئران تتلاحق زاحفة على المدينة وكل ركن فيها حتى القطط كانت تهرب منها حين تلاقيها سادسا أستخرج من النص كل ما يدل على الخوف وعلى الاضطراب الإجابة بدل اطمئنانها خوفاً واستقرارها فوضى واضطراباً هجمت عليها الفئران من كل حدب وصوب تكدر عيش أهل المدينة حتى القطط كانت تهرب منها حين تلاقيها تعيث فساداً في كل ما حولها باعثة الرعب في كل النفوس الخطر الداهم الخطب الكبير المصيبة ثالثاً أبدي رأيي سابعاً هجمت الفئران على هذه المدينة ما سبب ذلك حسب رأيك؟ الإجابة قد يكون سبب هجوم الفئران على المدينة هو عدم توفر مصدر غذاء لها كثرة الأوساخ والفضلات إذ تجد الفئران الغذاء الوفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر